السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم متصفح من اقوى واسرع المتصفحات الموجودة في العالم. هو متصفح سي سي كلينر براوزر. طبعا المتصفح ده متصفح قوي جدا. فيه خاصية منع الاعلانات. فيه خاصية منع التتبع. فيه درع حماية ليك على الانترنت. وفي نفس الوقت مدعوم من شركة افاست. اللي هي مشهورة من كبريات شركات الحماية اللي موجودة في العالم. لو حضرتك عايز تعرف هنزل المتصفح ده ازاي? وهنفعل كل الخواص اللي موجودة فيه. تابع معايا الفيديو للنهاية. بعد ما حضرتك بتثبت المتصفح على جهاز الكمبيوتر بتاعك بيزهر الايكونة بتاعته بالصورة ديت. هتضغط عليه وهتنتزل لحد ديت ما يفتح معك. لما بيفتح معايا بيزهر بالصورة اللي انت حضرتك شايفها امامك. هنا حضرتك شايف كده بيزهر لك اللي هو التاريخ بتاع اليوم ودرجة الحرارة. آآ وبيزهر هنا عندك حاجتين اللي هو مركز الامان والخصوصية. وهنا بيقول لك ان الموقع ده موقع اامن. لو انا ضغطت على اي موقع هيبدأ برضو يفعل لك الحكاديات. هنا انا فتحت جوجل فبيقول لك ان الموقع ده موقع اامن. لو انا ضغطت على اللي هو مركز الامان والخصوصية. هنبدأ نستعرضه مع بعض. آآ هتلاحز حضرتك ان المتصفح مدعوم ببرنامج سي سي كلينر اللي هو مسح الخصوصية بتاعتك على الانترنت. في حاجة تانية اسمها الدرع الخصوصية. ده بيعمل عملية تحسين آآ حماية الخصوصية وحجب الاعلانات واجهزة تتبع يعني محدش يقدر يرقبك او يتبعك على الانترنت. هنا في درع الويب. ده بيعمل عملية تحسين الحماية عبر الانترنت. بيعمل حظر للمواقع المزيفة. وهنا لو انت هتشغل الوضع الخاص اللي هو المتصفح الخفي. بحس ان انت تتصفح بدون ما تترك اي استجلات حد يتعقبك. آآ هنا في حاجة اسمها حارس الملحق. بيمنع ان انت تتثبت اي ملحقات بسبب ضرر الاجهاز الكمبيوتر الخاص بك. لو انا آآ ضغطت على التلات نقطة لفوق. هلاحز ان الاعجادات بتاعته تبيهة باعجادات آآ المتصفحات زي ايدج وزي متصفح جوجل كوروم. لو انا دخلت على الاعجادات. هبدأ استعرضها على حضرتك. هنا طبعا الخصوصية والامان احنا استعرضناها. هنا لو انا ضغطت على اللي هو المظهر. آآ ممكن حضرتك تغير آآ مظهر المتصفح. هنا بيبقى زي الويندوز. هنا انا ممكن اخليه غامق زي ما حضرك شايف كده. هنا ممكن اخليه فاتح. وهنا ياخد صورة النظام اللي انت شغال عليه. هنا بتغير حجم الخط. آآ صغير جدا صغير متوسط كبير. يعني ممكن اصغر حجم الخط زي ما حضرك شايف. ممكن اخليه صغير. ممكن اخليه موصبه. ممكن اخليه كبير. ممكن اخليه كبير جدا زي ما انا حابد. هو طبعا متوسط ده يعني شبه ان هو حاجة مناسبة للجميع. هبدأ هنا اختار محرك البحث. هنا طبعا المحرك البحث الافتراضي اللي هو جوجل. هنا ممكن احدد صفحة معينة يفتح عليها المتصفح بصفحة مستمرة. يعني انا مسلا عايزه يفتح دايما على آآ جوجل. لو انت لاحظت حضرتك هنا في المتصفح بتاعي في جوجل. هتلاقي ان هو متأمن ببرنامج افاست. طبعا افاست دي شركة عالمية. آآ من كبرات الشركات المتخصصة في الحماية على الانترنت وحماية اجهزة الكمبيوتر. فطبعا هو مأمنك آآ تأمين عادي جدا. طب انا هخلي الصفحة بتاع جوجل دي هي تفتح بصفحة مستمرة اول ما افتح المتصفح. هبدأ اضافة صفحة جديدة. وابدأ احط اللي هو العنوان بتاع الويب ده. واضغط على اضافة. فدوقتي صفحة جوجل آآ هي تفتح معايا اول ما. طبعا المتصفح بيدعم العديد من اللغات منهم اللغة العربية وممكن تعمل اضافة لعدة لغات. طيب هنيجي بقى الخطوة من اهم الخطوات اللي انت لازم تفعلها عشان تستمتع بالمتصفح بتاعك. هو ان انت تعمل تكامل بين المتصفح آآ بتاعك وبرنامج انترنت دا ولود مانيتجر. هنعمل ده مع بعض ازاي? كل انت تعمل تضغط على برنامج انترنت دا ولود مانيتجر. هيفتح معاك. نختار حاجة اسمها التحميل. وننزل عند حاجة اسمها الخيارات. وبعد كده نضغط عند حاجة اسمها اضافة آآ متصفح. آآ بيقول لي حدد لي مكانه. هدى اضغط على موافق. هيبدأ يستعرض لي المكان اللي موجود في المتصفح. هو موجود الايكونة بتاعته على سطح المكتب. كل انت تعمله هتعلمها وتضغط على فتح. هتلاحز على طول ان تم آآ دعم المتصفح بتاعك اللي هو سي سي كلينر بروزر في برنامج انترنت دا ولود مانيتجر. نيجي للخطوة اللي بعد كده ازاي نخلي الايكونة بتاع البرنامج تظهر في آآ المتصفح. تابع معي الفيديو. طيب ازاي بقى هنفعل آآ برنامج انترنت دا ولود مانيتجر على المتصفح بتاعنا. بحيس ان هو يلقط روابط التحميل بمنطقة البساطة وايكونة التحميل تظهر على كل الصفحات والمواقع. كل اللي انت هتعمله هتفتح المتصفح بتاعه. تمام كده هو تيجي عند الثلاث نقط اللي موجودين فوق على الشمال. وتنزل عند حاجة اسمها الاضافات. هتفتح الصفحة بتاع الاضافات هتلاقي ان البرنامج بتاع انترنت دا ولود مانيتجر. الاضافة دي مش متفعالة. يعني معنى كده انه مش ينفع يشتغل على المتصفح بتاعنا. طب هنفعل الاضافة ازاي بمنطقة البساطة. كل انت هتعمله هتقف على الايكونة بتاع برنامج انترنت دا ولود مانيتجر. تعمل كليكي مين وتفتح حاجة اسمها موقع الملف. هيفتح معايا موقع الملف بتاع انترنت دا ولود مانيتجر. هنيجي في خانة البحس فوق. وندع هذه الكلمة. اللي هي الكلمة اللي هي حضرتك آآ ظهرت قدامك ديت. وابدأ اعملها عملية آآ بحس. هو هنا يبحث عنها بمنطقة البساطة. هتبلي يظهر معايا الملف ده. الملف ده كل اللي انا هعمله هعمله عملية سحب واسقاط في المتصفح. ازاي ما حدرك شايف كده انا سحبته. وابدأ احطه في اي مكان فاضي في المتصفح بتاعي. وهنتظر. تمام? هو هنا بيقولي ان حارس حزر الملحقات آآ شايفني دي حاجة غير مصبوطة. لا هو طبعا برنامج تمام وسليم. مفهوش اي مشكلة خالص. فانا هقول له انا تفاهم المخاطر واقول له التثبيت على اي حال. زي ما حدرك شايف كده بيقولي ان تم اضافة آآ الاكونة بتاع انترنت دولود مانيتجر بمنتهى البساطة. لو انا رجعت للاضافات وانزلت هتلاقي ان تم اضافة آآ ايكونة التحميل بتاع انترنت دولود مانيتجر. تمام? هتبدأ بقى حضرتك آآ تستمتع بالمتصفح بتاعك. آآ وان انا آآ خليت انترنت دولود مانيتجر يعمل عليه بكفاءة على كل آآ المواقع والصفحات بتاع الويب. طيب. هنيجي بقى الاهم خطوة. هو احنا هنحمل المتصفح ده من اين? وامطالة البساطة هتروح رايح حضرتك على المتجر بتاع آآ ميكروشوفت اللي بيبقى مدمج آآ في الويندوز. تمام? وتفتحه وتنتظر لحد ديت ما يحمل. وتيجي في خانة البحس اللي فوق دي. آآ آآ عفوا هنفتح الصفحة كده ونكبرها. تمام? هنيجي في خانة البحس. نكتب آآ سي سي كلينار براوزر. تمام? ونضغط انتر. هتبدأ يفتح معانا بالصورة ديت. هضغط على الصفحة بتاعة المتصفح. وانتظر لحد ديت ما تفتح معايا. تمام? وبعد كده هوري لحضرتك ازاي نسبته. تمام? آآ طبعا آآ هيظهر معاك بالصورة ديت. آآ هنا طبعا هو هنا بيقول لي آآ ان البرنامج دا متثبت. لان انا ثبتوا على جهاز الكمبيوتر بتاعي. هنا حضرتك هتلاقي موجود قدامك كلمة تنزيل. كل اللي انت هتعمله هتضغط على كلمة تنزيل وتنتظر لحد ديت ما يتم آآ تنزيل المتصفح على جهاز الكمبيوتر بتاعك. وبعد كده هتضغط من نفس المكان على فتح هيبدأ يشتغل معاك المتصفح وبانتهى البساطة. طبعا آآ بكده النهاردة آآ يكون الفيديو بتانا انتهى بعد ما اعرضنا عليكم متصفح من اكوال متصفحات اللي بيدعم الحماية الكاملة لك على الانترنت. وفي نفس الوقت بيمنع الاعلانات. آآ لو الفيديو بتاعنا عجبك واستفدت منه ما تنساش ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.